السلام عليكم كوكو ريفي مرحبا بكم معي اليوم مشالله رح نشارك معاكم ماروسات دو قاتو بوم موالو لجي فراما وصفة سهلة مهلا جو تبرك تبعو الوصفة مشالله تنجحوا فيها يجينا من السم بالقرفة بارفومي على كنال وبلا بوم وشي نقولكم بزاف بنين يعني الاسوسيسيون طالة بوم الى كنال موى پرسونال ما نموت عليها وكم سي لسيزن دو قم يعني قلت سيببا نشاركها مع البنات يعني موسم تفاح الواحد يبرفت دونك ووالا تشوفوا معايا المقادير وطريقة التحضير جو سبرك البنات على بنات تفاح بزاف فوائد صحية ويعني وما فيش بزاف سعورات الحرارية الى قم يبقى كالوريك دونك بزاف صحية مدامنا في اكتوبر غوز اكتوبر الوردي للتوعية يعني من الاسابة بسرطان التدي هاديك المرة قاعدنا نتفرش في واحد لغو بورتاش في الفيلا 5 وقاعدين يهضروا يعني على الكنسر ديو سايتو سابقيت نسمع نسمع يابقى بدو يهضروا على البوم يقاعدين يهضروا على التفاح يقال لك بزاف يحمي من الاصابة من السرطان التدي يعني البوم يقوم بكو دفتامين كما الافيتامين A C وصورتو لبسيس هاديك هي لبسيس يعني كي بروتاج من الكنسر ديو سا فراما معلومة بزاف مهمة قلتو الله نشاركها مع البنات وخاصة في بزاف اللي فيبغ في الالياف والالياف هاديك بزاف يعني عندها دور كبير في الجسم تاعنا وصورتو يعني في العملية الهضم بزاف يعاون الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة وفي الاخر فراما بزاف يعاونكم يعني سواء القرفة ولا التفاح بلا منساو تاني فيه الحديد وفيه الكالسيوم الفاري الكالسيوم عيلة علينا من تفلسفش عليكم مزاف صورتو هاديك المعلومات على الحماية من السرطان التدي والله العظيم فراما ما كونش نعرفها سيبغ صح بيتنوصلها لكم ومبعد نشوفو مع بعضانا المقادير وطريقة شوفو البنات ملاحظة صغيرة المقادير اللي حنعطيكم دركة للمول اللي استعملتو فيه 24 سنتيمتر دونك لزينغريديون جوو دون ماتنا سيبغ مول دونك 4 سنتيمتر دونك جي بخي 4 او تقدرو مام تزو غير 3 تلتا عدمات سا سوفي لارجمان بسكتاعي كانو شوية متوستين وتزو تمانين غرام سكر ثمانين غرام سكر نحيت منهم دو كيارة سوپ بسك مبعد رح نخلطو مع باياد البيض بشي طلعلي دونك نحتاجو تلتا عدمات قد لكم باياد الكم كيما تشوفوا البول تاعي و البول التاني رح نطلع فيه باياد البيض لانا جوي راجوتي ان كيارة سوپ دونك خيوتي لكم من هادك لا quantité نحيو منها دو كيارة سوپ دونك جاسبير فهمتوا تعشكارة خميرة الحلوة قيمة مغرفة تقاوة صغيرة مش يعني كبيرة بزاف مش معمرة بزاف ونحتاجو 80 جرام زبدة دايبة لون هادي هما البلد لبوم تفاح اللي هنا تشوفو غير زوج بصحو ما الدالي الدالي 4 بوم ربعة تفاحات يعني متوسطين الحجم بس كل مول تاعي كان شوية كبير كمام فيها 24 سنتيمتر والخامسة كلية نرك بخوني 4 بوم إلى 5 يم مانجيلا دونك الخالي التاعي اللي فيه سفر البيض اللي طلعتو مع السكر رح نضيف له هاديك لامورنغ جو تبرك بيض البيض طالع مع زوج مغرف كبار سكر ونبقى نضيف هدك بيض البيض تدريجيا ونحرك من اللوط للفوق من اللوط للفوق كما نديرو لابتا ماكاو باش الخالي التاعنا ما يهبطناش انا درت لكم الغالانتي باش تفهمو وهدي هي البنات الطريقة اللي تخلي القاتو تاعكم قاتو بوم تاعكم يجيكم موالو وخفيف انفا دورك نكمل تخلات تاعي اللي هنا جوي انكوربوغي لفارين تاميزي دورك اللي هنا رح نضيف الفارينة تاعي اللي كانت مصيرة باش نتخلص من هاديك الحوبيبات وراح نضيف لها مغرفة صغيرة تاع كنال اللي هي القرفة ونزيد لها نص مغرفة تاع خميرة الحلوة لوفر شيميك دونك بالالبنات جي ملانجي مفارين تاميزي اوك لوفر شيميك او متتفير اكافي كانال سي ما تحبوش الدوق تاع القرفة ايبا سي كم وووولي سي سولون لغو مو جام ترو لابات تاعي كي تكون پارفومي بلا كانال سورتو جاتو بوم لازم لو لكانال دونك لاباتو تجور تباحة لكانال اپري كما حبيتو هدا يبقى حسب الدوق لانا نبقى غير نخلط حتى تتجانس كامل هديك المكونات لازم كي تضربو لازم تلقوش الفارينة لازم الفارينة تكون مخلطة مليح بسك مبعد رح يجيكم مع الجن دونك سي تخيز امبورتان اي اا لفن اون با انكوربوري لبغ فوندو رفودي يعني رح ينضيفو زبدة دايبة تكون باردة يعني ماش تخونا رح ينضيفوها على مرتين هي نرمال ما عندنا 60 جرام بغ فوندو ديرو للكمية اللولة وخلطة مليح يفو بيان ملانجي اي اپري وزالي راجوتي لادوزين بارتي تاعل تاعل لبغ فوندو هدي هي فراما سهلة مالة دور كانا درت للكمية اللولة وخلط تمليح ومبعد دفت لها الكمية التانية سيفزا في رمحكي البنات راني القصد في كمية سكر هي نرمال ما تحطو مية غرام سكر انا درت غير 70 غرام سكر وفراما جاني السكر بيان يكيليبرا يعني لغو جا سواسوا لومول تاعل انا قلت لكم فيه 24 سنتيمتر لومول تاعل يكون شميزي بال بابيس الفيريزي ولا تحب تدير لو الزبدة وترشو عليه شوية فرينة باش ما يلسقش القاتو تاعل في هاد الحين الفور تاعل راهو يسخن على 180 درجة اعتدر على الصوت بسك راني مغلوقة غير نحن يمكنك اخل شرق يبدو نحن الناف لا تحضر به اللحن يقول لتر اخذ أنه projeto اختيار مربعة صغيرة و تخلطوها و تخلطوها و تخلطوها على العجينة اختيار مليل مع حقصاند يمكن تخلطوها على خلط بصوصاند و تخلط بصوصاند في شعر مليلة حقصاند فقط جمعنا تبطيع كلاما لكامال ويعطينا كامال كامال على سيكرة وكامال ينبغى بعدها أخلالها كماليكة وقل الغره كلاما وكثير على كلاما كامال أم أم جمع كامال عليك يكون الغره في الوزن يكون مستقيلا على 180 درجة وكثيرا في المدة 40 دقيقة وكمال listen to كامال لتحره لك هي الوفوغ لبنات الطياب بتاعه حسب المول والعلو وتعليقات وتعكم سيتحبوا تديروها كبير ولا صغير ولا دونك هو يدي لكم بين 35 حتى 40 دقيقة وهوليكم تاكلوها بالصحة ولعنا شاء الله يا ربا